اشتركوا في القناة المرجعيات الثلاث يأتي على رأس أولويات مجلس القيادة والحكومة ميدانياً قصفت ميليشيا الحوثي مجدداً بالطائرات المسيرة منطقة الضاحي في عزة كرش شمالية محافظة لحش مصادر محلية قالت لبلقيس إن الميليشيا شنت أربع ضربات بالطائرات المسيرة استدفت أماكن متفرقة من بينها أحد آبار المياه ما تسبب بحالة من الهلع في أوساط الأهالي فيما لم تسجل أي خسائر بشرية ويتستداف الحوثيين للمنطقة بعد ساعات من قصفها بالطائرات المسيرة التي تسببت في تدمير معدات زراعية تتبع أحد المواطنين أصيبت امرأة في العقد الرابع من عمرها بانفجار لغم زراعة ميليشيا الحوثي في مديرية الزاهر آل حميقان بمحافظة البيضاء وقالت مصادر محلية إن لغماً أرضياً زراعة ميليشيا انفجر بامرأة أثناء قيامها برعي الأغنام قرب منزلها في قرية ذي مخشب بعزة ناصفة وبحسب المصادر فقد أدى الانفجار إلى بتر قدم المرأة وإصابة أجزاء أخرى من جسدها قتل ثلاثة أشخاص بقصف لطائرة من دون طيار استادفت سيارتهم بوادي عبيدة شرقية محافظة مأرب وقالت مصادر صحفية إن غارة نفذتها طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية استادفت سيارة أثناء وقوفها بالقرب من محطة للوقود في منطقة الصمدة بوادي عبيدة وأضافت أن الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى مقتل من كانوا في السيارة على الفور ولم يصدر تعليق رسمي من أي جهة بخصوص العملية حتى الآن في موضوع آخر أعلن برنامج الأغذية العالمية التوصل إلى تفاهم مع السلطات في مأرب بشأن البدء في توزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين في المحافظة التي تحتضن أكثر من مليونين نازح وأكد في بلاغ لوسائل الإعلام التزامه بضمان عدم توزيع أي مواد غذائية تالفة مشيرا إلى أن جميع المخازن التابعة له تتقيد بأعلى معايير الجودة التي تكفل الحفاظ على جميع السلع الغذائية وآيات هذا البيان بعد ساعة من اتهام وحدة النازحين لبرنامج الأغذية بالامتناء عن صرف الحصص الغذائية لألاف الأسر النازحة مشيرة إلى تلف نحو 250 سلة غذائية وسط مخازن في مديرية رغوان نهاية الموجاز لالقاء